تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلفي برشلونا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع شريكنا برشلونا نيوز في الفيسبوك حلقة اليوم بعد تعثر برشلونا اللي مش مبرر ربما مع لابس التعثر اللي جاء رغم مباراة ممتازة أمام يوبنتوس خلت الأجواء إيجابية جدا لكن لقاء اليوم هيرجع الأمور للسلبية المباراة اللي جاءت بعد استقالة بارتوميو والمباراة أيضا اللي شفنا فيها الفريق باعتمد على جريزمان من جديد ديمبلي على اليمين فاتي على اليسار وميسي بظل اللاعب الحر خلفهم وشفنا سيرجي روبرتو بابداء على اليمين وخليني أبدأ هون بتعليق بسيط قبل ما ندخل بتفاصيل اللي قام لما تجيب ظهير أيمن وبتكون مراهن عنه يكون ظهير مستقبل مهم جدا يلعب أكبر عدد ممكن من مباريات يعني ما بصب الدخل ومبدأ المداورة تعم مباراة مباراة لأنه إذا أنت جايب وواثق فيه لازم تعطيه فرسته كاملة دست في اللحظات اللي أخذها كان كويس لازم يستقر لازم يلعب كثير عشان ينسجب عمل حوله ويوصل أفضل مستوى ممكن تبدأ فيه مداورة من أولها لمستوى سنة بتكون ضربت منحة تطوره على المنطق ما بتكلم إنه كومن حيعمل هيك بتكلم إنه مش منطق ينشوفه مباراة هيك ومباراة هيك من أولها حتى لو إنه روبيرتو إله مكاني معينة يمكن يدور له عن مركز ثاني طبعا في المقابل شفنا أربع واحد أربع واحد باعتمدها ألا فيس بواجبات دفاعية واضحة تقريبا لثمان لعبين في هذا الفريق وممكن يدافع بعشرة ما كان عنده مشكلة فريق داخل وضعه سيء رغم إنه آخر ثلاث مباراة في الدوري فاس ثنتين داخل يدور على نقطة أو على أداء يرفع معنوياته خلال رحلة الموسم خلينا أوضح إنه التعادل اليوم ما جاء نتيجة ولا تقصير مفرط من برشلون أو أداء سيء بالعكس التعادل جاء نتيجة كمية فرص غريبة أهدرت مرة من فاتي مرة من جريزمن ومرة من ميسي أيضا يعني كان فيه شيء غلط في لقاء اليوم من كمية إهدار الفرص والفرص اللي مرت كان فيه باتشيكو عم بيتقلق وعم بيكون حارس أسطوري مفاجئ بشكل غير المتوقع ويبعد كثير كرات محققة للتسجيل فأساس التعادل هون أساس مشكلة التعادل هون بعيدا عن أي شيء آخر ممكن أحكيه في الحلقة المباراة بدأت بهدوء متوقع بعد دوري أبطال وضائر دوري أبطال برشلون بيحاول جيس نبط كالعادل وقال بس حيكون مبسوط في هذا الهدوء وشفنا أول هجمة اللي هي الهجمة لإضاءات لفاتي اللي كانت بدأ لاحظ فيها شغلة مهمة تمريرة عمودية مباشرة من اللينج اللي لفاتي إلا فيه شي تغير مع كومن نوع التمريرات هذه المباشرة اللي بتحاول تمر من قلب الدفاع للمهاجم مباشرة باختزال وجود لينال ميسي وحتى بحب الأحيان باختزال وجود خطر وسط أكثر مرة عملت أكثر من مرة إما ساعدت في خلق فرصة أو خلق هدف وهذه إيجابية جدا بوجود كومن عم بتساعدها كثير وجود لعب سريع زي باتي عم بضم للعمق بأوقات صحيحة ورغم موجود تعادل أيضا كان فيه إشارة مهمة إنه كومن تعلم من درس الكلاسيكو عدم موجود يمين جناح ومس يكون عمق ويروح اليسار مش منطق في كرة القدم شوفنا عم برجع يثبت مرة ثانية جناح عايما اللي هو ديمبلي باتي عليسار ديمبلي كان واضح أنه مطلوب منه يظل كثير على الخط أقرب على الخط عكس لما نزلت رينكاو كان مسموح له بعض الأحيان يدخل بالعمق أو كان روبيرتو اللي يدخل في العمق لما نزلت رينكاو كانوا يتبادلوا بين بعض لكن بوجود ديمبلي كان مطلوب يظل منه على الخط بشكل واضح وبس هذا الشيء وسع رقعة اللعب وتوسيع رقعة اللعب كان يقلي برشنونا يقدر لما ينقل كرة من اليمين لليسار وبعدين من اليسار لليمين يقدر يلقى مساحة خلف خط دفاع يضرب فيها إما لفاتي أو ألبا في أكثر من موقف وهذا الشيء مهم لعبة المية بالمية بالعرض هذا أساسي لأي فريق بدي لعب كرة خدم بشكل منطقي طبعا جاء هدف ألافيس شفناه كيف الطريقة اللي جاء فيها ولو بدي أحكي بمنطقي الآن يعني كابر شنونا مسيطر تماما قبل هذا الهدف تقريبا بلأي خطورة بلعب كرته بسهولة وعم بيضع الكرة كتير بمنطقة جزاء فجأة جاء هذا الهدف اللي شفت فيه ممكن بعض النقاشات بين الناس انه الخطأ على بيكيه ولا عنيته طبعا بيكيه ربما كان عنده خيار آخر أو دائما منطق المدافع ما يرجع للحاس هذا المنطق بس لما مررها وترجع تشوفوا اللقطة نيتو كان عنده 17 خيار يلعب فيها يشوتها ركنية كان عنده بيلعب يمين كان في عنده يلعب على اليمين كان عنده لعبين هناك بقدروا لحو الكرة كان عنده كثير خيارات غير الخيار اللي عمله فإذا بدي أحملها 100% بحمل بيكيه 20% وبحمله لنيتو 8% ببساطة يعني مسألة ما بدنا أنه عافين بيكيه بيغلط بعض الأحيان نروح نحمل المسليلة وبنهاية بتصير هذه اللقطات بكرة القدم ممكن تصير بحراس أعظم بكثير من نيتو بس هذا الهدف وضع برشلون تحت تحدي ذهني كبير تحت تحدي فهني كبير صار برشلون مطالب يلعب براتم كثير أسرع عشان بيلاحقي النتيجة وبنفس الوقت صار برشلون مطالب ذهنيا يتخلص من كوابيسلي كلاسيكو اللي رجعت له في هذه اللحظة 100% فشفنا الفريق خرج شوي من اللقاء وأخذ وقته يدخل مرة ثانية في الشطة الثانية وطبعا في لقطة الهدف وفي لقطة بعدها بدقيقة 43 تقريبا كان فيه مرتدي لألابس واضح جدا وجود بوسكتش يعني وجود مساحات بظهره هذا اللعب ما بيقدر يلعب بهذا المركز بهذه الخطة واضحة جدا إما الفريق يحاوله زي زمان لأربعة واحد وأربعة واحد وخلص وإما بهذا الشكل بوسكتش ما بيقدر يلعب أساسي واضحة جدا بدونه الفريق صار أسرع قلت للمساحات بظهره الفريق اللعب كرة عادية مع يوفنتس شفنا الفريق بدونه أيضا ما بنتكلم هون عن مسيرة بوسكتش بنتكلم عن بوسكتش الحالي وفي شي صار بين الشوطين شفنا التبديلات بدرب بيانت شترانكاو مرة واحدة وهون دائما برجع أقول شيء أنا مقتنع فيه المدرب الممتاز اللي واثق من نفسه ما بيقدر يبدل تبديلات جماعية كل مرة يعني ثلاثة بثلاثة يبدو أنه كومل بحب هاللعبة بس المدرب ممكن يعمل حركة واحدة تغير كل الفريق ما بيقدر يخلي المسؤوليك أنا مسؤولية أفراد يعني أنا ما زلت أعتقد ربما كان يكفي بيانتش في بوسكتش خطوة أولى ربما كان يكفي ذلك وتخلي الفريق زي ما هو لأنه كان يسيطر عن بيلعب وممكن بعدها تفكر ببدري أنه والله ارجع ديون قلب دفاع بدري أدخل وتطلع اللي بدك إياه اللي هو الانجلي فتفكرة هذه الصفقات الجماعية مرتحلهاش تبديلات الجماعية بنفس الوقت تبديل فاتي أيضا بسلبية أقرب بعد تبديلات الكريسيكو اليوم مرة ثانية في مؤشر أنه كومن تحت الضغط والتوتر بلش ها تبديلاته بعيدة شوي يعني نتكلم عن فاتي كان الوحيد عم يدخل بالعمر كان الوحيد السريع كان الوحيد عم يقلق خطورة وحاول أكثر من لقطة تجي تطلع وتنازل برايت ويت لا فيها فيها أيضا يعني عليك عليها شيء يعني مش قادر تقتنع بسببها إلا أنك مجرد بتدور على حظ لاعب يسنجي الهدف بأقل التقارق في الشوط الثاني طبعا برشلونة بوجود بيانيتش صار أسرع في التمرير الفريق صار أسرع في نقل الكرة الفريق وضع الكرة بمنطقة جزاء كثير الفريق رفع الاستحواذ للغاية للأمام بوجود ديونج اللي بيقدم مع وجود بيانيتش أيضا وصورنا نشوف روبيرتو وعطول وقلبا وحتى لما نزل دست يدفعه أسرع فالفريق حاصر ألافيس عمل كل شي الفريق يعني في أكثر من لقطة بأكثر من فرصة ما فيها مجال الفريق عمل كل شي منطقيا في كرة القدم إلا تسجيل أهداف طبعا شوفنا جوتا عم بينطرت في الدقيقة 62 وبرشلونة ما عم بيستفيد مع أنه فعلا يعني هو حاول بس خلص يعني مع أنه أجي الهدف مباشرة بدقيقة 63 ثم ما بيجيش الهدف يعني بظلك بتحس إن خلص هذه المباراة هي المكتوبة عليك تتعادل فيها يعني مع كومل الفريق في شوية تحسنات في شوية والله شوفناها صورة نشوف يمين يسار في الفريق يعني زي اليوم وزي يوم يوفينتوس صورة نشوف رتم أسرع بعض الأحيان الفريق لما يقطع الكرة بروح على المرمى كويس مثلا الفريق ما زال عنده مشكلة كبرى لما تقطع منه الكرة ارتداده للدفاع جدا بطيط الفريق ما زال ممكن يفصل ذهنيا منك لما يحس بتوتر زي ما شفنا معالي كلاسيكو زي ما شفنا اليوم الفريق محتاج لسه شغل ذهني يبدو انه محتاج شغل بدني ايضا وبالتأكيد محتاج يشتغل عن ناحية الارتداد نحو الدفاع وناحية الدفاع بشكل عام برجع اقول اللي حكيته في حلقة كانت قبل مباراة يوفينتوس وبرشلونا انه الفريق عم بتحسن بس الفريق مش مثالي الفريق عم بتقدم بس هذا الفريق اللي كان محطم مقسم مش بس محطم فنيا بل مقسم ايضا داخليا فما نتوقع منه استحر فجأة ممكن يكون كومن اسوأ مدرب مرة برشلونا ممكن يكون مدرب جيد ما بنعرف المنطق ياخذ الوقت ونستنى نشوف نهاية شهر 11 نهاية شهر 12 هتكون فترة منطقية للحكم على اي مدرب ايجاب وما كان عنده معسكر صيفي اساسا نوصل هنا نهاية هاي الحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابوني في قناة سيلفي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله